اشتركوا في القناة تمكن في الشوط الثاني من العودة هو تحقيق انتصار بجوج الواحد الشيء الاكيد على ان دائما الوداد الرياضي يعاني كثيرا عندما يواجه الفتح الرباطي والشيء الاكيد ايضا على ان جمال السلامي عندما يواجه الوداد تعرف كيف يلعب معه شفنا في لقاء دي المرحلة دي للتهاب كيف الفتح الرباطي تمكن من تحقيق انتصار على الوداد ارضية الملعب ديالو واليوم يعني الوداد صراحة كان محتاج على انه يحقق نتيجة ايجابية باش يرجع للطريق الصحيح وباش يقرب اكتر من فوق الصدارة يمكن لي نقول على ان الهزيمة ديال الوداد اليوم غد زيد صعب المأمورية ديالهم للمنافسة على المراكز الاولى يعني الوداد تنظر على ان مسألة اللقب في حال على ان الراجع والجيش الملكي حققوا انتصار تنظر على ان الوداد غيبتاعد تدريجيا على المنافسة على اللقب بل هناك مشكل اخر يمكن المشاركة ديال الوداد الموسم القادم في المصابقة للدوري ابطال افراقية تكون مهددة يعني الوداد بدأ اللقاء بطريقة متالية كان هو المتقدم بضرب الجزاء سجلها يعني اللاعب الجديد القادم قدارين ولكن نفس المشكل يتكرر فريق الوداد الرياضي نفس الاخطاء الدفاعية يمكننا نقول على انه الى درنا مقارنة بين اللقاء ديال اليوم واللقاءات اللي لعبهم الوداد في مرحلة ديال الذهاب تنشوف على انه لم يتغير شيء الكثير يعني لم يتغير شيء الكثير سنضرب تفصيل على النقطة هذي الفتح الرباطي ايضا من بعد سلسلة من النتائج السلبية كان محتاج على انه يرجع للطريق الصحيح وتمكن من تحقيق الهدف دياله في اللقاء اليوم حقق انتصار وعلى فريق الوداد بجوج الواحد الفتح الرباطي تنظن على ان جمال سلامي دائما تحاول على انه يبدأ الشرط الاول بطريقة متوازنة ولكن في الشرط التاني تيرمي بالقوة دياله دخول اللاعب الهنوري يمكننا نقول على انه خلق متاعب كثيرة لدفاع الوداد الرياضي فتح الرباطي تعادل من ضرب الجزاء والهدف التاني جاء في الوقت الميت هدف قاتل بكل ما تحمل الكلمة المعنى اعطى ثلاثة ديالنقاط مهمة لفريق الفتح وغير دخل تنظر على ان الوداد من بعد الهزيمة دياليوم غير تستمر يعني مرحلة الشك يعني الوداد كان محتاج يربح اليوم باش يخرج من مرحلة الشك ولكن من بعد الهزيمة في اللقاء اليوم تنظر على انه هزيمة لم تكن يعني ما نقولش متوقعة لانه الى درنا يعني النتائج دائما ديال الوداد والفتح الرباطي خصوصا في الرباط الفتح الرباطي دائما هو المتفوق يعني تنظر في انتصارات المباشرة بمدينة الرباط الفتح الرباطي متقدم على فريق الوداد الرياضي اللقاء لم يلقى لمستوى التطلعات مش فيناش مستوى كبير مش فيناش فرص كثيرة ولكن يعني صراحة بالنسبة للوداد لم نلاحظ الشيء الكثير يعني لما شفت التشكيلة شفنا دخول بعض اللاعبين يعني الوافدين الجدود شفنا القدارين يعني اللاعب القديم الجديد يا فريق الوداد اللي يسجل ضرب الجزاء بطريقة رائعة شفنا اللاعب النجيري الذي لم يقدم شيء الكثير في اللقاء اليوم استغربت من وجود بعض العناصر تنظر على أنه عامل الغيابات وعامل الإصابات أترات نوعا ما على فريق الوداد الرياضي يعني تنظر على أنه أناجم تحدثنا عليه يعني تحدثنا عليه في مرحلة داعي اللاعب ما بقى عنده ما يقدم الفريق الوداد الرياضي لاعب اللاعب ديله ولا معروف ولا مفروش يعني نفس طريقة اللاعب نفس النج استغربت لما شفت أناجم بادي رسمي صرغات يعني صراحة كيف ما قلت اللقاء ديل اليوم ما شفتش شي حاجة تبدلات مقارنة مع اللقاءات السابقة لفريق الوداد أكيد مع التحاق اللاعبين يعني بعض اللاعبين ومع التأقلهم شيء الأكيد لويداد درت من يدي الصفقات في الميركاتو شتوي ولكن هذه الصفقات كيحتاجوا وقت باش يتأقلموا مع فريق الوداد يعني هذه الصفقات ما شيء غادي يجي ويدخل ويقدم لك الإضافة أكيد على أن بعض اللاعبين محتاجين وقت شفنا أيضا حمد الهوني يعني الحمد الهوني حتوا في اللقاء اليوم ما قدمش شيء الكثير منتصر الاحتيمية يعني تشي يعني صراحة يعني المستوى اللي شفتو من الوداد في اللقاء اليوم مش ذاك المستوى اللي كنت تنتظر كنت تنتظر على أن الوداد غير يظهر بوجه مغاير لما شاهدناه في مرحلة المقارنة مع مرحلة دي للدهاب ولكن تقريبا نفس السيناريو نفس الأخطاء ما كنش ذاك الشراسة الهجومية ما كنش ذاك الاندفاع البداني شفنا الشوط الثاني شوط الأول الويداد كان هو الأفضل الفتح الرباطي كان هو الأفضل وعرف كيف يستغل الأخطاء الدفاعية القاتلة لفريق الويداد الرياضي يعني ضرب الجزاء بطريقة سادجة اللاعب هزده وطالع ما عرفته صراحة شنوه السبب شفنا أيضا الهدف الثاني يعني الكورا كي يتلقات يعني اللاعبين دي الويداد ما عرف شفش كانوا تفكره واش يعني شيء أيضا اللي لاحظوا على اللاعبين دي الويداد ، ولو تفكره في الحاكم تؤثر على الحضور الدهني في الهدف الثاني اللاعب دي الفتحة الرباطي حت كرة في الأرض طلقها بسرعة يمشى سجلوا هدف ولاعب دي الويدات ما كانوش دائرين تغطية هذا الشي اللي خلاني نقول على انه لاعب دي الويدات في اللقاء اليوم ما كانوش حاضرين من ناحية الدهنية ومن ناحية البدنية شفونا في الصوت الثاني تراجع كبير من ناحية البدنية استغربت أيضا من دخول اللاعب فرحان يعني اللي يدخل في الصوت الأول وصدر بجازاء ولكن اللاعب منتعدد الإصابات تغير في الصوت الثاني من بعد الإصابة الفتحة الرباطي كيفما قلت عندما يواجه الويدات الرياضي يعرف من أين تؤكل الكتف الفتحة الرباطي وجامل السلامي عندما يواجه الويدات الرياضي تعرف يخرج باللقاءات البر الأمان عكس الويدات اللي في مؤخرا عندما يواجه الفتحة الرباطي تلقى صعوبات كثيرة يعني صعوبات على جميع المستويات يعني الويدات الآن في حال انتصار ديال الجيش الملكي والراجع الرياضي غادي يولي أو غيبتعد على الصدارة ب11 النقطة يعني صراحة تنظر على أنه إلا مش تربحات الراجع والجيش تنظر على أنه مسألة المنافسة ديالويدات على اللقب غادي تزيد تصعاب وتصعاب وكيف مما قلت مسألة ديال المشاركة ديالويدات في دوري عبطال إفراقيا ستكون مهددة لأن الراجع والجيش الملكي يلكملوا في نفس النصق التصعودي يلكملوا في نفس طريق الانتصارات أكيد على أنه مؤمورية الويدات ستزداد صعوبة الويدات شيء الأكيد على أنه محتاج الانتصار يخرجوا من سلسلة النتائج السلبية يرجع التقيق لللعبين شيء الأكيد على أن الصفقات الجديدة تحتاج وقت للتأقلم لم أشاهد اللقاءات على أخرى يعني ثلاثة دياللقاءات تلعبوه في نفس الوقت شيء غير مفهوم البرمجة صراحة مما يعني كي غادر تشوف ثلاثة دياللقاءات في وقت واحد تحى الطنجة أرجع للطريق الصحيح واشغنشوفوا نفس المصار اللي شفناه الموسم السابق ديالتحى الطنجة واتحى التوارقة حتى هو تمكن من تحقيق الانتصار بججل واحد هدف قاتل في الأنفاس الأخيرة يعني الفرق ليدر التعاقدات خسرات شفناه لويداد ليدر التعاقدات كثيرة خسر شفناه زمامرة ليدر التعاقدات خسر يعني تحى التوارقة يعني تنظر على أنه شفناه خمسة ورسة ديال الفرق في البطول هذا الموسم ليدر التعاقدات الفرق الأخرى تقريباً غادين بنفس التشكيلة يعني الأغلب يدي الفرق ممنوعين من التعاقدات الويداد شيء الأكيد على أنه محتاج لعمل كبير خصوصاً من الجانب النفسي إذا ما أراد العودة للطريق الصحيح الفتح الرباطي انتي صار مهم تخليه يقرب أكثر وأكثر من فرق المقدمة وتخليه أيضاً يبعد شوية ضغط على جمال السلامي اللي كان مطالب في لقاء اليوم على أنه يخرج بالنتائج إيجابية خليوا لي الأراء لديكم شنو السبب في الهزيمة ديال الويداد في لقاء اليوم يعني واش الجانب الديهني ولا الجانب البدني ولا كل شي ولا اللاعبين متأثرين جزاف من بعد المصار السيئ اللي كانت في مرحلة ديال الدهب كان هذا كل ما يخص حلقة دياليوم إلا عجبوا سقول الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في قناة بجدائما سكوم جول بأول كان معكم ريدا من قناة صورة فانس السلام عليكم اشتركوا في القناة